للمزيد ينضم إلينا من الجزائر عبد الرحمن صالح الناشط الحقوقي والسياسي يا سيد عبد الرحمن حملة اعتقلت خمسة من أكبر رجال الأعمال في الجزائر يتم اعتقالهم أكثر من خمسين شخصية رجل أعمال قيد التحقيق كيف تؤثر هذه الخطوة على المشهد السياسي بالطبع وعلى اقتصاد الجزائر في هذه المرحلة الحساسة نعم شكرا لك على الاستضافة والتحية لك وللمسلمين والشاهدين الكرام في حقيقة الأمر توقيف رجال الأعمال هؤلاء المعروفين بارتباطاتهم بما يستلحوا الآن على تزميته بالعصابة التي كانت تتحكم في مقدرات البلاد طوال السنين الماضية تأتي استجابة للحراك الشعبي ولأحد مطالب الحراك الشعبي فلا يمكن المضي قدما نحو بناء جمهورية جديدة دون محاسبة من تسبب في انهيار الجمهورية الأولى أما الشطر الثاني من سؤالك بما يخص تأثيرات ذلك على الاقتصاد فأنا أتوقع أنه سيتم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحفاظ على المصانع وأيضا فرص العمل التي تتيحها الشركات التابعة لهؤلاء رجال الأعمال مثلما تم تصرف سابقا في قضية مجمع طونيك طيب ذكرت مسألة الحراك وربما هذه الخطوة لرضى الشارع الجزائري اللقاء الذي جمع بين بعض القوى السياسية ومؤسسة الرئاسة في غياب عبد القادر بن صالح بذاته بشخصه وبدلا منه الأمين العام وغياب أكبر القوى السياسية الموجودة في الشارع الجزائري إلى أي مدى ترى في هذه الخطوة أهمية أو تسفر عن نتائج ملموسة يمكن تحقيقها أو تطبيقها على أرض الواقع في سؤالك قلت سيدي في حضور بعض القوى السياسية للأسف الشديد من حضر لا يمثل إلى نفسها حضرة حزيبات ليس لها من اسم الحزب إلا المحفظة التي تحتوي قرار اعتماد وختم الحزب وبالتالي فإن الحوار الذي تم اليوم في قاعة إن شبه مغلقة وشبه فارغة هو مجرد مضيعة للوقت رأينا البيان الصادر عن ما يسمى بالندوة التشاورية هي نفس مطالب الحراك الشعبي وبالتالي كان على بن صالح أن يحفظ ماء وجهه وماء وجه الرئاسة وأن لا يغامر بعقد مشاورات رفضها الجميع منذ الإعلان عنها بدلال أنه حتى قيادات الأحزاب الحاكمة لم تحضر هذا اللقاء ناهيك عن الأحزاب المعارضة أو ممثلي الحراك الشعبي ومن حضر لقاء اليوم هم في حقيقة الأمر وهذه يمكن أن يلمسها أي مراقب وسط الشارع الجزائري هم منبوذين وسط الشارع ولا يستطيعون التأثير فيه لا إيجابا ولا سلبا وبالتالي فإن هذا الحوار أو هذه الندوة التشاورية كما أثبتها مصالح الرئاسة هي لا شيء ولا حدث بالنسبة للحراك الشعبي وبالنسبة للقوى السياسية طيب هل ستكون هذه نهاية المطاف لا مشاورات جديدة أو لا اجتماع بين القوى ومؤسسة الرئاسة قبل أن تجيب على هذه الأسئلة فقط أنوح على ما يرد إليها من أخبار عاجلة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح يجري حركة تغييرات في عدد من الولايات وأقال والي العاصمة هل تضاف هذه الخطوة إلى حملة الأتقالات لإرضاء الشارع برأيك؟ لا إقالة والي العاصمة تعود إلى الحادثة التي وقعت اليوم بإنهيار عمارة قديمة كانت المصالح المختصة قد صنفتها في ضمن العمارات المعرضة للإنهيار والتي يمنع السكن فيها ولكن تماطلت مصالح الولاية أو المحافظة كما تسمى في الشرق تماطلت مصالح الولاية في إعادة إسكان سكان هذه العمارة فسقطت هذه العمارة وخلفت حوالي ستة قتلى رحمهم الله كان هناك غضب شعبي واسع واسع جدا على شخص والي ولاية الجزائر لما حاول زيارة مكان الحادث وتم طرده من هناك وكانت خطوة فصله متوقعة وبالتالي أقول أن ما يقوم به بن صالح الآن هو محاولة لامتصاص الغضب الشعبي أو محاولة لتلبية جزء من مطالب الشارع فقط الولاة الذين أعلنوا عن تغييرهم هم ولاة مغضوب عليهم شعبيا وكانت هناك مطالبات كثيرة بتغييرهم من قبل الحراكة الشعبي بقي فقط الاستجابة لمطلب واحد من مطالب الحراكة وهي ذهاب ضرورة ذهاب بن صالح وذهاب رئيس الوزراء نوردين بدون شكرا جزيلا ضيفي من الجزائر عبد الرحمن صالح الناشط الحقوقي والسياسي أشكرك جزيلا سيد عبد الرحمن على كل ما تفضلت به ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر